موسيقى 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 وعنى المشروع المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن فهد السيد راسلكنا معها بزاف ديال المراحيل على أساس أننا نلقاوش يتجاوب معه ولاني بدون جدوى لدرجة أنه من 2019 ولا من قبل وإحنا عدنا معه مشاكل علاش لأنه كيحارب العمل النقابي داخل مؤسسة دياله الناس اللي كينتاميوا النقابة اللي هو المكتب محلي ديالنا ما كيتجاوبش معهم بالعكس هم كيحرمهم شي حقوق اللي هي حقوق ديالهم كتحفيزات الأوراق ديالهم بعد المرات كتتمشي به لدرجة أن الأوراق المهنية ديالهم كيبقيت ما طلع لهم مكتب راها الحق ديالهم كيستفزهم كيدر لهم الاستفسارات الفارغة الاقتطاعات الفارغة بدون أي مبرر ولا هذا ودرنا أسلكنا معا بزاف ديال المراحل منها كنا درنا وقف في الفين وتسعتاش وبيطالب من رئيس بالنيابة ديال الساعة قال لنبي أننا نحسنا نتفاهمه هذا لكي نحيدوا المشاكل من الجامعة وهذا فبكل زع ما مدينا إدينا على أساس أننا نتفاهمه معاه درنا اجتماع خرجنا خالي الوفاة بدون أي حاجة دكشي اللي كيدير عاد زاد فيه من بعد دكشي زاد فيه مؤخرا درنا واحد الوقف في بقوميجوية ديال العام ديال 2021 مؤخرا أو تاني عيطت عنا الرئيسة السابقة اللي هي دابا الوزيرة ديال تضامون والأسرة على أساس أننا نتفاهمه هذا حيث كنا عن في كنا غدي ندير وحد للإنزال الوطني لأننا قرر للمكتب الوطني أن هذا السيد بوسكو ملقينش معه لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا تشي حل فقررنا أننا نديروا إنزال من يسمعوا الإنزال قلسنا معهم على الطابلة داروا واحد اللجنة ديك اللجنة ما مع تبدلات الرئاسة تبدلو شي ناس ما بقاوش في ديك نغمان ما بقاوش لهذا دونك ما بقينا شعولنا عليهم على أساس أننا كانت سنة وكنت أدروا أن يكون شي تجاوب ما كايش تجاوب بل هاللي يا مات را كانوا كتبو الناس بيانستين كاري الناس ديال المؤسسة يعني المكتب محلي على أساس أن دكشي اللي عندهم هو اللي باقي دونك بالنسبة لي أنا ككاتبة جهوية ولا كيجيني هذك السيد اللي هو المدير ديال المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ولا بحالك يتخذ قدوة تبيل لي أن الرؤساء المؤسسات الخرين بحالك يتعادوا منه يعني بدو كيديرو نفس الشي اللي كيديرو اللي هو اللوينسيجي جاني بحال أولا اللوينسيجي كيتعامل بنفس الطريقة وطريقة اللي كيتعامل بها تكسيد ديال اللينسة الميل في مطلبي لقد قلت لك الميل في مطلبي نعمال مو هو الميل في مطلبي كيكون ميل في مطلبي شيحويج ليه مقر نقابي صبورة نقابية شيحويج ليهو نعمال مو قانونيا من حقنا لأن النقابة اللي هي نقابة نحنا كنا نعتبره رصنا نقابة شريكة مكي عدو الإدارة بالعكس نحن لمشات الإدارة مزيرة راحنا بالعكس سنوزعونج ولأن هم كيأخذونا نحنا كأعداء كيطلبوا شيحويج ليهو معادي شيحويج تفاليده في مجلس الجامعة مجلس الجامعة نعمال مور هو اللي كيقرر في جامعة نعمال مور فالمؤساسات الجامعية كلها ملكات ملكات تفاليدة شيحاجه في مجلس الجامعة را كل شي خاصه يفعل ذاك المؤساسات المطالب ديان هي شيحويج اللي نعمال مو ماشي شيحاجه اللي مغادش الدار ولا هادشي اللي كيبقى فيه أنا أن المطالب أشياء قانوني ومن حقنا بالنسبة للمؤساسات وهدوك الناس لدرجة أنا رقت لك عطلة اللي خداها الناس كام اللي نعمال مو في الجامعة وللات عرف شي عطلة كينين عرف ياخدوها كل شي وهدوك الناس اللي في هدوك المؤساسات اللي حت ذاك لوينسيج حت هومي نقابيين وحيت كيطالبوا بحقوقهم لدرجة أن مو ضافة منعات من دخول باركينج ديال المؤساسة واش يعقل أن هاد القادية تكون نعمال مورة شي حويج اللي كيديرو ما فغيمو أنا أنا والله ليحزوا في نفسي هذا أن نحنا نوصلوا لها الدرجة في جامعة مغربية مثل جامعة الحسن الثاني بيضار بيضاء جامعة الحسن الثاني أشغا نقول لك بالنسبة للأستية يمكن عدو مطالب مطالب وطنية هاد شي اللي كيبالينا في البيان ديالهم أن تردي كين ماشي هذا لأن شنو كين لدابة اللي كيلي نعمال مهم بنسبة لهذا المؤسسات سوخت وشي مؤسسات تمام دكورين واحد واقعي لبغانتي هادك الأفستي تاوم هادرتش عليه قبيلة هو أنه مشينا عنده درنا لجنة من المكتب الوطاني وعبداته ربي هادي كاتبة جهوية والمكتب محلي دياله على أساس نقشو شي مشاكل نقشناهم ما قالش لا ولكن لحد الآن ما تحقق والو يعني بحلا كيتفلة علينا باد المعنى قررنا أننا مقدرنا نجتمع جو الأخوان كينين مشاكل في مؤسسات أخرين ولا أني محتاجوش أننا ننذكرهم في باين بهذه الطريقة لأن باقي عندنا كنحسوا أن هادوك الناس قدروا يتجاوبوا معنا هادو بثلاثة لي نعمالما وسيخطوا هادوك الجوج ديالينسام ولونساجي فغايمون جاتني لونسام بداتك تعادي لونساجي وغادي تمشي تنتاشر العدو وحنا ما شي في ماشي ما يمكنش لينا نسكتو على هادشي لأن كرامة الموظف بالنسبة للسيداتي وبالنسبة للنقابة ديالتعليم العالي والجامعية خط أحمر ما يمكنش يقص شي واحد الكرامة والحقوق الموظف المشروعة اللي قانونيين خصوية أخوضها نعمالما وحنا كنت طلبوا بأن السلطات بالنسبة لي أنا كنت طلبوا بشي السلطات ما تنطالب جامع الجامعة رئاسة الجامعة والوزارة المقلوسية أن الدخل ما يمكنش تكون جامعة مغربية بحلقة ويكونوا شي تصرفت بحلقة لأن الموظف مش يخدم في شفير ما ديالشي واحد خدام كرامته ومع الدولة موظف مع الدولة بحلو بحل أي موظف ديال الدولة ما يمكنش يتعتبر كأنه يعمل في شفير ما ديالشي واحد هذه بالنسبة لي أنا الكرامة والحقوق ديال موظف خط أحمر ما يمكنش ينسقط عليها ونضمنا إن شاء الله غنضموا هاد للوقفة لأن باش نعطيه أموة ونعطيه للناس اللي باقي في طريق أنهم يوليوا بحلقك أنهم يفهموا بأننا لا نقابة نماشي نقابة كتسكت وإنما نقابة كتبغي تتسامح في شي حويس باش أن نلقوا التجاوب ولنما كيش تجاوب رحنا ماشي ساهلين غمدوا إن شاء الله بعد الوقفة ومسطرين إن شاء الله ببرنامج نضالي غنعلن نعليف بلاغات مقبلة إن شاء الله بعد الوقفة